تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المتجدات أخير هذا العام 2021 أكيد الحديث سيكون عن منافسات البطولة الاحترافية المغربية أبرز مخلفات مبارتي اليوم عن الجولة الرابع عشر أكيد يوسف واستشراف لمباريات الغد وبعد غفة وممكن أن نقول حسن الوداد بطلا للخريف بعد الفوز على مولودية وجدة بثلاثة أهداف لأهدافين في مباراة ممتعة خمسة أهداف في هذا النزال الذي ابتسم لفريق الودادة البيضاوية الذي رفع فريق النقاط عن الرجاء الذي احتل المركز الثاني إلى ثماني نقاط في انتظار مباراة الكلاسيكو بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي في هذه الأثناء مباراة نهضة بركان والشباب المحمدية تتواصل نتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله مع الدقيقة ونحن نلعب الدقيقة التاسعة والثمانين قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة ما رأيك حسنا نرحب بضيف هذا العدد اللعب الدولي السابق محمد سابق سيمو اللعب السابق لاتحاد تنجاول المنتخب المغربي بداية مساء الخير سيمو حمد مساء الخير للمستمع الكريم إذن نبدأ حسن بمباراة الوداد مولودية وجدة مباراة ممتعة قبل أن نتحدث بتفسير رفقتها محمد السابق عن المؤدى التقني للنزال الوداد بطل الخريف كما كان مرتقب دون مفاجآت هذا الموسم انتصار 11 للفريق في هذه البطولة ويبدو أنه لقب مستحق بالنظر لما قدمه الفريق حسن حتى حدود اللحظة تماما يوسف ما يقدمه الوداد في بطولة هذا الموسم أمر جيد الفوز كان مستحق فريق الوداد الذي استفز في الجولة الماضية وهو ينهزم أمام فريق الدفاع الحسني الجديد مدرب وليد أرغري كان صرح بأنه يستحق الهزم في لقاء الدفاع الحسني الجديد أكيد أنه أصلح الأخطاء صحيح كان هناك أخطاء على مستوى الدفاع لكن فريق الوداد حاضر هجوميا دائما مهاجميه عودون على تسجيل الأهداف وما حدث في لقاء اليوم اللقاء الذي جاء برتم سريع منذ الجولة الأولى يكفي أنه ثلاثة أهداف التي سجلت في الشوط الأول جاءت في ضرف قريبا 10 دقائق أو 9 7 دقائق حتى يوسف الوداد يسجل في الدقيقة 22 يعدل بعدها فريق مولودية وجدة فريق الوداد يتقدم أيضا نرفع القبعة أيضا لفريق مولودية وجدة يوسف لأنه بإمكانات قليلة صحيح الفريق يعيش على وقع الأزمة يعني تشكيلة وتركيبة بشرية محدودة قاوم فريق الوداد أن تسجل هدفين في مركب محمد الخامس على فريق الوداد أمر ليس بالسهل لكن فريق الوداد بتركيبة البشرية بما يتوفر عليه من لاعبين بالاستفزاز كما ذكرنا الذي حدث له في هزيمة الجولة الماضية التي كانت أهم فريق الدفاع الحسن الجديد الأولى بالمناسبة له هذا المسلم جعلته يعني يقدم الأفضل في هذه المباراة كان الفوز وكان بالتالي أتتوج بلقب الخريف من يحقق أحد عشر فوزا في أربعة عشر مباراة أكيد يستحق أن يختتم النصف الأول في الصدارة بطبيعة الحال مولودية وجدة كما قلت حسن ربما نرفع القبعة للفريق ولهلال طائرة المدرب المغربية الذي حاول تغيير شيئا مع الهواء السائد السلبي في فريق مولودية وجدة نادي للمباراة التاسعة على التولي لا يفوز أخر فوز كان على حسن أقادير في الثالث من أكتوبر الماضي خلال الجولة الخامسة محمد السابق يبدو لأنك استمتعت بالمباراة كما استمتعنا جميعا الويداد استحق الانتصار على فريق مولودية وجدة واستعاد عافيته ممكن أن نقول وكما ذكر حسن بعد التعثر أمام الدفاع الحسن الجديدي كيف تبعت الويداد؟ هل أقناعك على المستوى التقني؟ فالويداد كما يعرف جميع فريق قوي وبدأ موسم جيد تحتى قيادة المدربة المحنك وليد الرقراغي فكنضن بأنه ليس غريب على الويداد لأنه باشي تتضل البطاء لأنه فريق موضم فريق كبير واستغل فترة الرجاء لأنه رجاء كي مر لأنه عنده مقابلات كبيرة ومجاوش انتدابات فضروري غادي غادي يتعطر بزاف في المقابلات الجاية وبالنسبة لفريق ويداد المقابلات اليوم فصراحة لم يكن مستوى كبير ولكن الويداد كيفوز الأهم هو كيفوز بطبيعة الحال حسن الانتصار هو أهم في الموضوع بالنسبة للفرق جميعا لأن ربما هذه النقاط ستفيد كثيرا نهاية الموسم عندما نتحدث عن المنافسة على اللقاب اليوم شاهدنا استمرار الجاهزية لمبينزا أهداف البطولة المغربية بتسعة أهداف وشاهدنا عودة سلاح دي بن يشو لتسجيل الأهداف مواجمي الويداد ربما يصنعون الفرق في هذه الفترة من الموسم حسن يعني دائما نتحدث عن الجانب فريق الويداد طالما يشكلنا الفارق جيم بنزا يعني لا يشد عن هذه القاعدة أكد هذا الموسم بأنه رقم صعب في تشكيلة فريق الويداد يصل هدفه التاسع حتى حدود للحظة يتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن أكسل ما يلعب فريق اتحاد طانجة هي العلامة الفارقة في الأندية المغربية يعني لما تستقدم يوسف لعب من قيمة جيدة يعني سنتظر منه أن يقدم هذا الأداء نقارن يعني أجانب الويداد بأجانب فريق الرجاء الرياضي مثلا يحز في النفس أنه فريق مثل فريق الرجاء البيضاوي أجانبه يعني باستثناء نقومة وإن يعني ترجع مستواه لا يقدمون الأفضل هنا ربما الأمور التي تصنع الفارق داخل أندية البطورة المغربية وخصوصا داخل الأندية التي تتنافس على اللقب جيم بنزا أيضا مؤيد اللافي مصوفة في بعض الأحيان وإن كان يعني يقدم مباراة جيدة أو ثلاث مباريات يمر يعني هناك أيضا حسن تومو الذي يدخل في بعض المباريات ليس في الفورما بعد لكنه لاعب يبدو قادر على تقديم الإضافة لفريق الويداد البيضاوي قصة اللاعبين الأجانب والإضافة للبطورة المغربية محمد السابق أنت كنت جزءا في وقت من الأوقات من فريق اتحاد طنجل إدارة هل ربما انتداب اللاعبين أجانب في مستوى العالي يشكل مشكلة الآن في كرة القدمة المغربية لجميع الفرق؟ هل لا نستطيع جلب عناصر ربما كما التي نتابعها في تونس وفي مصر؟ لصراحة الأجانب لم يكن يدخل إضافة فمحتاج أن الفريق يمشي يخطر الفلوس وكنظر بأن الفرق الخيرا هي التي تنتهي بلاعبين كبار أما الفرق الصغراء لا يوجد إمكانية أن تنتهي بلاعبين في المستوى فكنظر بأن الويداد في هذا الشق هذا فهو الحمد لله سيكون بواحد قطة ثابتة أكثر رجاء الرجاء اللي كانت تغرب بأن الويداد في فرق عالمي وعندهم مقابلة جيدة هامة ودورية جيدة هامة فما يجلبش واحد العنصر اللي مهم فهو العنصر رأس الحربة رأس الحربة لأنه كنشوف أنه بأنه رجاء في هذا الموضوع هذا الموضوع ما كيش يا رأس الحربة اللي تخسر الفلوس على رأس الحربة قوي لأنك هدف قوي لأنه لا يمكن لأن الكرة شتوية أهداف فضرورة أن يكون عندك هدف اقتراض العالي نعم ومشاهدنا مالونجو كيف كان يشكل فارق كبير ومع رحيله من الرجاء تراجع المعدل التهديفي للفريق إلى جانب السوفيان الرحيمي الآن فرصة بالنسبة للأنديا في سوق الانتقالات المقبلة الميركاتو الشتوي من أجل تعزيز السفوف شيء نضيفه حسان بخصوص الويداد أم نتحول الحديث عن المباراة الثانية؟ الأفضل والأجمل بالنسبة للفريق الويداد حتى حدود اللحظة قياسا على ما قدمه بأنه يجب أن يدخل بقوة في سوق الانتدابات رأينا خصوصا أنه مقبل على أن نتحدث عن الويداد وعن الرجاء في مسابقات دوري أبطال إفريقيا لأن الهدف بالنسبة لكرة القدمة المغربية من أجل الرفع من قيمة مستوى البطولة الاحترافية فريق الويداد يسير بخطة ثابتة في البطولة الآن يجب أن يفكر دائما في دوري أبطال إفريقيا لأنه يبقى هدف هدف هام بالنسبة للفريق الويداد أن يتحرك في سوق الانتدابات نلاحظ الصورة التي ظهر بها فريق الأهل أمام فريق الرجاء فريق الرجاء الذي يجب عليه أيضا أن يتحرك هناك أندية إفريقية مرشحة لتتوج باللقب يكفي أن نرى فريق الترجع الرياضي التونسي والإضافات التي تقدمها الانتدابات التي يقدم عليها مسألة الانتدابات خصوصا على مستوى استقدام اللاعبين الأجانب أمر مهم داخل الأندية المغربية خصوصا التي تنافس قريا كيف يتم ذلك أكيد موضوع نعود له كل مرة بأي ريانات على أي معطيات يتم استقدام هؤلاء اللاعبين على العموم فريق المدد يجب أن يعيد حساباته فهد الأمر إن كانت هناك انتدابات انتدابات اللاعبين ربما ما زال في المغرب ربما تجري بطريقة تقريدية بعث بعض المقاطع للفيديو للإدارة اقتراح بعض الأسماء لكن دون أن يكون هناك متابعة لللاعب على الأقل نصف موسم سنة من أجل أسألة الإدارة الرياضية الإدارة التقنية أكيد أمور كثيرة نعود إليها كل مرة اليوم شباب المحمدية هدف لي مثله المباراة انتهت أمام مناضة بركان محمد السابق نقطة مفيدة لشباب المحمدية لكن سيئة لنهضة بركان ما الذي يجري حسب رأيك داخل الفريق البركاني مع هذا الكم الهائل من الأسماء الرنان النادي لا ينجح في تحقيق الانتصارات في البطولة ويكتفي بالمركز الرابع في وقت انتظرنا نهضة بركان تنافس على اللقب هذا الموسم فبصراحة استغربنا على الوضعية اللي فيها على المستوى لكي قدموا نهضة بركان فبصراحة كان فريق قوي فكل شي يستغرب لهذا الموسم هذا فكيدون بأن الفريق يعاني باش يوصل لشباك دي الخاص وكما الشي المقابلات اللي فاتوا دائما كتبقى واحد صعوبة الفريق بقي ما كيش نسيجم ما كيش عناصة لمؤثرة فكنت منه أنه في هذا الفترة دي التوقف دورتش أبتاني دي البطولة بأنه قدموا نسيج جيد أما بالنسبة الفريق شابر محمدية ففريق أسبوع كتشوفه واحد مستوى أسبوع أخو كتشوفه مستوى آخر فكنظل بعد المشاكل اللي طرات فكنشوفه لي كنسمعول اللاعبين فكنظل بأن أنا أجمل مع جمني في هذه المقابلة هو اللاعب منترجي صراحة مستوى عالي دائما كيبيين بأنه مستوى عالي صراحة بطبيعة الحال نقطة الضوء واضحة بالنسبة لفريق شباب المحمدية على المستوى حسن الإفريقي نهدت بركان معني بكأس الكونفيدرالي الإفريقية نضعه ضمن الفرق المرشحة كان مرة من دور الفاصل أمام الجيش الرواندي بصعوبة في مباراة الإياب التي فاز خلالها بهدفين لواحد كان خلالها متخلف بهدف هناك ربما مشكلة في فريق نهتة بركان لأعرف ما هي بالضبط لأن على مستوى الأسماء هناك أسماء جيدة مدرب فلورون إبينغي من الأبرز الأسماء التي موجودة على الساحة الإفريقية لكن شيء مفقود ما في فريق نهتة بركان لا يستطيع تحقيق انتصارات متتالية من أجل ربما أن يغير الأجواء أن تنتعي شيئا ما المستوى المعنوي للفريق أكيد يوسف رفقة المدرب السابق سكيتيوي قلنا بأن فريق نهتة بركان وصل نهاية مرحلة يجب أن يضخ دماء جديدة منذ الموسم الماضي وفلورون إبينغي رفقة الفريق الفريق استقدم عدد من لاعبين من أجود اللاعبين قلوها في البطولة الاحترافية يوسف فحلي قبل ذلك كان انتداب عبد الكريم تماما كي انتداب سوفيان المدى على مستوى خط الوسط مجموعة من الأسماء لكن رغم ذلك والاختيارات كانت أمام المدرب لأنه هو من أقدم من أشرف على تحضير الفريق هو من أقدم على الانتدابات بالتالي يتحمل مسؤوليته صحيحة تحدد اللحظة يتموقع في المركز الرابع لكن على مستوى النتائج الفريق لا يقنع حتى وإن فاز يفوز بصعوبة المباراة الثالثة تواليا الفريق يعجز عن تحقيق الفوز الفريق على أبواب يعني استمرار مشاركة إفريقية في در المجموعات الكأس الكاف هناك تخوفات عديدة من ما يقدمه الفريق قد نلتمسته العضر في بعض المباريات في غياب بعض الركائز لكن لا يمكن دائما أن تعول على مجموعة من الأسماء محمد عزيز عمر النمساوي لعبي خبرة يجب أن تجد لهم بدائل لأنك لن تجدهم دائما جاهزين أعطوا للفريق قيمة كبيرة في السابق يجب أن تجد بدائل يجب أن تدخل بمخطط جديد أكيد فريق نهضة سبركان مطالب بإعادة الحسابات في الفترة القادمة واختياره أو ثبات على محمد عزيز في الجهة اليسرى رغم أن اللاعب هو لاعب لا يحذق اللاعب بالرجل اليسرى ربما ضيع على الفريق موهبة أو لاعب جودة سهيل الجشو الذي يتألق مع المغرب الفاسي هذا الموسم الذي كان يشغل منصب ظهير الأيسر لفريق نهضة سبركان وكان احتياطي طوال سنوات ربما حانا وقت تغيير شيئا ما في فريق نهضة سبركان محمد السابق هل ربما حانا وقت اعطاء فرصة لبعض الأسماء وإراحة الأسماء التقليدية في فريق نهضة بركان هنا نتحدث عن بكر الهلالي عن محمد عزيز عن عمر النمساوي العربي الناجي هناك بنية شيئا ما شاخت في فريق نهضة بركان لا ننسوش بأن هذه العناصرات فقدمت مستوى جيد وعطت واحدة صورة لامية على فريق نهضة بركان وحقه كأس الكنفيدرية وحقه كأس العاش فمنسوش بأنه اعطوا الكاتل لفريق نهضة بركان ولكن حان الوقت للتغيير الأقل جيب عناصر في المستوى محترفين في المستوى أجانب في المستوى ولاعبين تخدم على اللاعبين الشباب لأنه سمعت بأنه عندهم واحد أكاديمي في المستوى فكنت منه أنهم يديروا واحد المزيج بين اللاعبين اللي سيجيوا في المستوى الكبير بس يكون يرجع لفريق نهضة بركان لنتواهج دياله بطبيعة الحنة التبركان الوضع ليس سيء لكن عطفا على ما يملكه الفريق نحن نطالبه بالمزيد لأنه يبقى من ممثلي كرة القدم المغربية لأنك لما تصل واحد للمستوى يوسف يجب أن تحافظ عليه صحيح تعيد البناء لكن في إطار استمرارية دائما هذه الدوامة التي تعيشها في النتائج السلبية والجماهير دائما تطمح أن تشاهدك أحسن صورة تشاهدك دائما متوج بالقاب ولذلك كان الاعتماد على إبنغي لأنه مدرب خبرة إفريقيا الفريق لم يتعاقد مع مدرب مغمور مدرب مجرب إفريقيا يعرف البطولة الاحترافية المغربية لأنه واجه أندية مغربية وفي تصريحاته أيضا عبر بأنه المغرب كرويا متقدم على مستوى لا المستوى التقني ولا على مستوى التجهيزات الكل متوفرة بالتالي لا عذر لإبنغي ولا عذر لفريق يعني نهضة بركان بالإمكانيات المتاحة أمامه وبالعروض التي قدمها في السنوات الأخيرة وبالنتائج التي قدمها الكرة القدمة المغربية ننتظر مزيدا من التحصل من الفريق الذي يحتل المركز الرابع أعود للمراكز الأربع الأولى الوداد بطل للخريف بخمس وثلاثين نقطة بفريق ثماني نقاط كاملة عن الرجاء الذي يلعب الاثنين أمام الجيش الملكي في كلاسيكو البطولة الجيش الذي يحتل المركز الثلاث بثلاثين وعشرين نقطة نهضة بركان في المركز الرابع بعشرين نقطة المراكز الأربع الأولى نأتي شيئا ما للمراكز المتأخرة ونزال مهم جدا هذا الأسبوع الفتح الرباطي أمام السريع واتزم نزال قوي نقطة فقط نقطتين بين الفريقين الخاسر ربما سيعقد كثيرا من مهامه في الخروج أو البقاء في المراكز لنقول مطمئنة شيئا ما أكيد فريق ونزال بين فريقين عزف لحنا الفوز في الجولة الماضية هو ما يعطي لهذه المباراة قيمة إضافية بين إطارين مغربيين قدم يعني طالما قدم يعني أوراق اعتمادهما في البطولة عبد الكريم جيناني رفقة فريق سريع واتزم بعدما حققه في القسم الثاني مع أولمبيكا جشيرا الآن يطمح لقيادة الفريق للحفاظ على مكان ورحلة البحث عن ضمان البقاء تبدو مؤشراتها جيدة مع الفريق بتحقيق الفوز في الجولة الماضية وخارج القواعد على فريق نهر سبركان الفتح الرباطي أكيد بأسماء جديدة أسماء شابة لكن مدرب خبرة الآن جمال اسلامي لا يقود فريق في مقدمة الترتيب يقود فريق في أسفل الترتيب رهان جديد لهذا المدرب الذي يعرف بيت الفتح جيدا يعرف أكاديمية الفتح اعتمادها على اللاعبين الشباب لكن الرهان هذا المرة كبير وكبير جدا على جمال أسلامي أكيد مباراة ستكون ممتعة بين الفريقين نتمنى هكذلك يوسف ذلك ما نتمنى وكيف يقرأ المدرب سريع واتزم عبد الكريم الجناني هذا النزان السماعيلي كل مقابلات اليوم اللي هو ما غادي ناخدهم فكل مقابلات اللي هي غادي بقى صعيبة بدون من ناخده المقابلة ضد الفتح ولا بالفارق الجديد ولا جميع الفرق اليوم الإشكال اللي يقدر يكون عندنا هو الإشكال احنا مع نفسنا هذا هو اللي يخصنا ناخده بوحل جدية كبيرة هذا هو اللي يمكن يقدر يخلينا شي شوية خطرنا نشتغل عليه أكثر لأنه اليوم يقدر ما يكونش عندك مشكل مع المنافذ ما يكون عندك مشكل معه بداتك من بعد ما تكتحقق جوجيا الانتفارات أهم شيء هو أنك تدوز من واحد المرحلة للمرحلة أخرى ويكون هذا تطور راسك ويديك تغطير هذا أكثر بالمقابلة للفتح طبقها ستكون صعبة لكن الأصعب هذا هو نحن نتعامل مع نفسنا كيف نتعامل مع المقابلة إن شاء الله الكريم الجيناني يتحدث عن مباراة سريع واتزم أمام الفتح الرباطي نزل مهم بالنسبة للفريقين من أجل نقاط ثمينة في الطريق نحو البقاء بما أن الفريقين احتلان مراكز متأخرة مباراة أخرى ستستأثر بالاهتمام تنقل التحاد تنجة في فترة انتقالية إلى المغرب الفاسي فريق القلب بالنسبة لك محمد السابق يعيش الآن فترة تغيير يواجه المغرب الفاسي بطبيعة الحال ويبدأ ويبحث عن بداية ويجعله 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 وي إجاستهدئة جيدة من أجل ربما الاستعادة التثقة المفقودة مع مدرب جديده وقاموندي فأنتحا فريقتي أعرف أن الجميع كانت مؤخرا لك هذه الكبيرة فتغير المكتب مدرب يفات مشكر على المجاوثات ولكن بلآن الفريق في وضعي جيدا الحمد لله بعد استقتاب المدرب قاموندي كان يجعله ويجعله ويجعله رشادة ويجعله 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 gyromondi فعندنا هو نشوف المنهم هو كين فارق كين فارق في المستوى صراحة دي ما تقولها لأن تحطانجا عند فارق في المستوى اللي يقدرين نفس على أدوار طرائية في هذا الموسم هذا كين لعبين في المستوى كين عدد يلي فيكتف كبير فبالنسبة للمسيرة اللي اللي اخدادها فكنظن بأن ثلاثة المقابلات فهي حافز حطات واحد الحافز معناوي كل امتصار كعطيك واحد الحافز معناوي باش يكتباش تكمل في البوطولة هذي وكنتمنى أنه ضد فارق اللي غد المقابلة ستكون ضد فارق المغرفاتي لأنه فارق قوي خصوصا في الميدان دياله تواب داك يساعد الإمكانية دياله فكنتمنى أن فارق تحطانجا يحقق نتيجة إيجابية لأنه جاي للطريف دابا باش يساعد في أحسن واجه لأنه يتغلب على المشاكل لأنه كين عدد المشاكل مادية صعبة فالمكتب الحالي إن شاء الله يكون الناس في المستوى اللي إن شاء الله قيادة سعادة الوالي ديال مدينة طانجا واللي ساعد الفارق بشكل كبير طرحه والسلطات وإن شاء الله والجماهير وكنتمنى أن الفارق طانجا يخرج من الأزمة هذه ويحقق نتائج إيجابية ويكمل المسيرة في الموسم في أحسن ظروف إن شاء الله اتحاد طانجا يخوض أول مباراة تحت رئاسة محمد أحكان الذي انتخب رئيسا جديدا خلفا لعبد الحميد أبرشان أمام فريق المغرب الفسي سهرت السبت انتلقا من الثامنة والنصف بتوقيت المغربي قبل ذلك حسن الزقادير أمام شباب السوالم ما الذي يجري في فريق شباب السوالم حسن الخسارة الفريق خسر في آخر ثلاث جوالات المستوى لا يبشر بالخير رغم أننا أثنينا كثيرا على فريق شباب السوالم في الجوالات الماضية الآن خسر أمام يوسفية برشيد أمام الشباب المحمدية وأمام الوداد في آخر ثلاث مباريات هو أكثر نادي بين ستة الأوائل ترقيا للهزيمة الفريق لا يعرف إما الفوز أو الانتصار يذكرني في وقت من الأوقات بحسنة أقادير مع المدرب عبدالهديس كتير يعني الفريق صحيح يقدم مباريات جيدة يلعب بشكل هجومي لكن على مستوى التنظيم الدفاعي في بعض الأحيان في مرات عديدة يتلقى أهداف أكيد المنظومة التشكيل الهجومي الذي يلعب به والفكر الهجومي الذي يلعب به مدرب فريق شباب السوالم أمر جيد لكن على مستوى التنظيم الدفاعي يجب أن يعيد حساباته أن يكون هناك توازن بين الشق الدفاعي والمنظومة الهجومية يكون هناك تكامل في نهاية المطاف في كورت القدم هي توازن بين الشق الدفاعي والشق الهجومي استبشرنا خيرا بما قدمه فريق شباب السوالم لكن على المستوى العالي أمر جيد أن تقدم مستويات جيدة لكن الأمر الأفضل من ذلك هو أن تواصل في ما بدأت عليها البطولة ربما الجزء الأهم في فريق شباب السوالم والخبر هل سيستطيع الفريق مواصلة على نفس النهج وعدم السقوط في فخ الانهيار شكرا جزيلا لك محمد السابق كنت معنا للحديث عن هذه الجولة الرابعة عشر شكرا لكم شكرا لمحمد السابق كنا سعداء باستقبال النجمة المنتخب المغربي وتحطانجا سابقا شكرا حسن جابيري شكرا يوسف غدا عدد خاص من برنامج ستوديو الرياضة انطلاقا من الخامسة مساء